شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان الرؤية المستقبلية لتدمية الولاء والانتماء للشباب المصري في ظل المتغيرات المعاصرة وشارك في أعداد البحث نقبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان الرؤية المستقبلية لتنمية الولاء والانتماء للشباب المصري في ظل المتغيرات المعاصرة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والمفكرين بدأت مراسم مناقشة البحث بكلمة اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى البحثي داخل القوات المسلحة ومعاونة كافة أجهزة الدولة المصرية في مجابهة كل ما يخص الوطن من أزمات وتحديات وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترخة لتفعيل دور كافة الأجهزة المعنية بالدولة للاطلاع بدورها لتنمية الولاء والانتماء للشباب المصري في ظل المتغيرات المعاصرة وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مؤكدا أهمية اتباع أحدث الأساليب العلمية في التخطيط والإعداد لمعالجة المشكلات ومشيدا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم الجهود الوطنية المخلصة لإعلاء مصلحة الوطن حضر مناقشة البحث عدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية